طيب بسم الله الرحمن الرحيم احنا النهاردة هنبتدي كده المحاضرة الاولانية في الكورس بتاع الكمبيوتر الناتروك سيكيريتي ليه مرحلة اندراسات العالية اا في كلة الهندسة كامتان جامس في سبرينج اا اا اربعة وعشرين ان شاء الله يعني يبقى اا اا كورس اا مطيف ويعني نستفيد منه على قد ما نقدر يعني ايا انا عارف ان يعني لسه الناس بتسجل او كده احنا يعني ان احنا ما تأخذناش قوي في البداية اا اا وانا النهاردة يمكن كنت راجعت على على الفورتال بتاع كلية وضفت معظم الناس في التيم بتاع الكورس اا زي ما حراج عارفين ده معادل محاضرة ان شاء الله يبقى ده المعادل الاسبوعي الثابت بازل الله اللي هنشتغل فيه ويعني تقريبا كل اسبوع عندنا محاضرة بهذا الشكل وانكن البداية هتبقى مختلفة شوية طيب عشان خارجتوا بعارفين احنا من هاردة ان شاء الله هنبتدي بمحاضرة بنتي فيها كده جينرال مهمة وان حضراتكوا تتابعوا الـ LMS بتاع الكلية الموجودة على الـ LMS.angio.seo.e.go.e.ge هتلاقوا حضراتكم متسجلين في الكورس بتاع الدراسات العليا هتلاقوا يعني الـ LMS علي شوية حاجات لكن من الحاجات الأساسية اللي موجودة على الـ LMS الوقت هي هتلاقوا فيه Two Text Books كده الكتاب اللي أنا حاطت منه السلايد ديت يمكن بس اللي موجود على الـ LMS هتلاقوا Fourth Edition اللي هو اسمه Computer Security Principles and Practices فتلاقوا فيه كتاب تاني اسمه Computer Network Security أنا عارف إن فيه ناس كتير من حضراتكم قد يكونوا درسوا First Course في الـ Computer Network Security وفيه بعض الناس لأ فالكتاب التاني الحقيقة لتكسبوك التاني اللي موجود برضو لنفس المؤلف اللي هو وليوم ستولينج اللي اسمه Cryptography and Network Security خليني بس الأول قبل ما أتكلم كده اللي ما درس خالص قبل كده كورس فيه الـ Natural Security معلش Raise Hand استخدم Raise Hand اللي موجودة في الـ Teams بعد إذنكم جاي؟ في حوالي خمسة ما شافوش ما درسوش كورس قبل كده خالص في الـ في السيكيريت طب معلش نزلوا ديكو تاني شكرا جزيلا طيب بقيت الناس أنا يعني معناها كده ان هم خدوا كورس من الكورس دي طب سؤالي التاني مين من الحضراتكو اخد الكورس بتاع الـ Undergraduate معايا أنا شخصيا برضو ارفع ايدك لو سمعت انا شايف ثلاثة يعني فيه خمسة ما اخدوش خالص فيه ثلاثة اخدو تعمل انا في حوالي تسعة اخدوا الكورس نزل ديكو تاني بقيت لتسعة انا فاهم انتو يعني خدتوا في الـ Computer Security أو الـ Network Security بس مع حد تاهن يعني ممكن بقى مع دكتور حمد صبحة وهو افر طيب انا هاو حضراتكو عشان تعرفين الحقيقة احنا الكورس بتاعنا ده بتاع الدراسة تلاليا هو بيبتدي بيبني على الـ Basic Knowledge اللي بتتاخد فيه الكورس بتاع الـ Undergraduate والحقيقة عشان تركتوا بعارفين احنا هنعمل ايه انا النهاردة هدي محاضرة General Introduction هتدينا يعني كده مش معتابة انت طبعا على دراسة سابقها ابتدي بس Introduction يعني Computer Security الجوانب المختلفة اللي فيه وفي اخر المحاضرة ان شاء الله هقول لكم هنعمل ايه في الناس اللي ما درستش قبل كده خالص او درست introductory course مع حد تاني ممكن يكون المحتوى مختلف بشكل او باخر طيب خلينا يعني نبدأ بالمحاضرة بتاعتنا النهاردة مش طويلة ولا حاجة خلينا دي من الكتاب الاسمه Computer Security Principles and Practices وده شابتر 1 شابتر 1 من نظمة حضراتكم الكتاب موجودة على الـ LMS تعالوا نبتدي نتكلم يعني Security حضراتكم كلكوا يعني كناس متخرجين وعارفين وبدأتوا تشتغلوا في الماركت فكلكوا عارفين ان الـ Computer and Network Security الحقيقة حاجة من الحاجات المهمة جدا دلوقتي احنا في عصر Cyber Security حاجة اساسية مش في اهتمامات الافراد بس ولا المؤسسات لكن اهتمامات الدول كمان نهاردة كل دولة عندها Its Own Cyberspace وخلينا ما نقول كلمة Cyberspace يعني معناها مجموعة الـ Systems والـ Data اللي بتمثل Assets أو مصادر أو مكونات ذات أهمية الأهمية دي قد تكون أهمية مادية أو غيرها بأهمية استراتيجية لشخص أو لمؤسسة أو لدولة أو أي أمكان النهاردة كل واحد فينا أكيد بيمتلك سمارتفون كلنا معانا سمارتفون والحرك بصيت كده على السمارتفون بتاع حضرتك هتلاقي عليه كمية ضخمة جدا من الـ Data والـ Accounts والبرامج الحرك بنزلها مين فينا عنده at least one Banking Application على الموبايل بتاعه ونرفع أيدينا برضو مين عنده على السمارتفون بتاعه Application بتاع البنك اللي بيبضع عليه مرتبه واضح إن العدد عدد ما شاء الله ده إحنا كلنا عندنا Banking Application طيب حتى لو ما عندنش Banking Application مين فينا عنده at least pay مثلا لاي برضو معظم الناس فبشكل أو بآخر إحنا we are using different applications النهاردة على السمارتفون بتاعتنا ما بين direct access على bank accounts إحنا بنستخدمها provided by bank أو المكان اللي نتعامل معاها أو حتى برنامج زي micropayment زي بتاع in-stable النهاردة مين لو الموبايل بتاعه يطل شغله بيعطل معظمنا هتلاقي فيه ناس كتير جدا ممكن تلاقي شغله بيعطل فبقى لك بقى لو الموبايل ده تسرع يعني لو software أو السمارتفون دوت حصل له لأي شكل من الأشكال تسرع خليني أسألكوا سؤال مين فيكو يعتبر إن لو حصل اختراق للسمارتفون بتاعه شخص غير مصرح لي مش لازم يكون شخص مجرب حتى ولو زميلك أو قريبك أو حد عايش معاك في البيت قدر يوصل لي الموبايل بتاعك وبدأ يطلع على البيانات اللي موجودة عليه سواء بنية سليمة أو نايمة غير سليمة مين فيكو هيبقى الموضوع ده بالنسبة له كارثي كاتسترافك يعني أثر وكارثي المفروض يعني هي كلنا يعني أو بشكل أو بأخير طيب خلييني أقول لحضراتكو إن ده معناه إن هنا السمارتفون ده بقدر أعتبره ببساطة جزء نقدر نطلق عليه السايبر سبيس أو البيرسونال سايبر سبيس حضراتكو أنا تكلمت يعني محديداً يعني استخدمت المثال بتاع السمارتفون لأن كلنا الحقيقة بنعتمد عليه بشكل كبير قوي بنستخدمه ليه سواء نستخدمه في الشغل أو بنحتفظ عليه بكمية ضخمة جداً من البيانات الشخصية من صور أو محادثات أو نوت أو مرسلات وشات بيني وبين الناس أو بيني اللي فيها بيانات شخصية أو بيانات أنا مش عايز حد يطلق عليها اللي لحصل إن حد وصلها قد تسبب أي نوع من أنواع الأذى أو الحرج أو عدم الراحة أو أي أنك فالحقيقة إحنا هنا بنتكلم إن ده يعتبر يور بيرسونال سايبر سبيس والكلام اللي بينطبق على حضرتك ده بينطبق على المؤسسات بينطبق على الدول وبينطبق على مستويات مختلفة من البشر والمؤسسات والناس شو كده فهي إحنا دايماً لما بيكون عندنا خلينا زي ما قولنا كده سايبر سبيس اللي هو حضرتكو مكون من مجموعة من الديتا أي أن كان الديتا دي كان مهما كانت بسيطة زي ما قولنا كده بالنسبة للفرض العادي قد تكون الصور الخاصة بتاعته قد تكون أرقام حسابات البنوك بتاعته قد تكون بيانات مالية up to الديتا الاستراتيجية بتاعت دولة زي مثلاً احتياط الأمح وتوزيع الوقود أو حركة الجيوش أو الاستعدادات العسكرية أو غير وما بينهما الخاص بالأسرار التجارية والمناسات والأسرار العمل والبيانات اللي بيتم تطويرها أو غيره فعندي كمية كبيرة جداً من الديتا اللي بنقول عليه زي ما قولنا هي ديت بتمثل السايبر سبيس أو الفضاء السبراني الخاص بمؤسسة ما أو شخص ما ومجموعة أخرى من السيرفزز اللي برضو بنعتبرها من الحاجات اللي احنا محتاجينها تفضل شرقياً الحقيقة ده زي ما قولنا الديتا والسيرفزز وما يتعلق بهم من أنظمة ومعادات وكمبيوترز وناتوركز بتمثل واحدة من أهم الأسرار دلوقتي الخاصة بالإنديفيدويلز أو الأورجنيزيشنز والحقيقة نحتاج لتحاول هذه الأسرار ديتا بشكل كبير جداً ونوفر فيها مجموعة من خلينا نقول عليها السيرفزز أو الريكويرمنتز اللي أنا محتاجها هتبقى موجودة عندي يمكن الرسمة دي يعني رسم الخماسي وكان زمان فيه الثلاثي والسوداسي والآخر يمكن المكتوب الده من حضركوا دول أكتر خمس حاجات بنتكلم عليهم نيجي نتكلم عن السكيرتي أو نيجي نتكلم عن السكيرتي بشكل عام سواء على الناتورك أو على الديتا أو على الكمبيوتر أو أي أن كان دايماً بنقصد واحدة أسمن هذه الخمس حاجات خلنا نقعد عليهم بسرعة كده لما أول حاجة دايماً ودي مرتبطة جداً بحطة الديتا حطة الكونفيدنشاليتي أي ديتا موجودة بما أن الديتا ديت ليها نوع من أنواع الصلاحيات في الاطلاع والتعامل مش أي حد يقدر يطلع على هذه الديتا فهنا إحنا بنتكلم على مهم جداً وهو الكونفيدنشالي ẩnشال ذي ببساطة معناها أن أنا بbekبروتكت الديتا بتاعتي أنا محدش يقدر يوصل لها إلا إذا كان شخص مصرح لي وبالتالي أنا بأتحكم في هذا الشكل من الديتا ب肩بروتكت الوصول للديتا ديه وسيلة معينة زي ما هنشوف دلوقتي وبالتالي مش أي حد حتى لو وصل للديتا لو عنده physical access للديتا بمعنى أنه حصل على نسخة من الديتا ديت عن طريق كابي عن طريق أنه بقى عنده أكسس على الهارد ديسك أو الفلاش أو وصل الباتا بيز أو انترسيبتد الترافيك على الناتورك أي أن كان شكلها ويرد أو ويرلس استيل ما يقدرش يفهم أو يطلع على المحتويات بتاعة هذه البيانات إلا ما يكون مصرح له بذلك دي بنسميها الكونفيدنشالتي والحقيقة الكونفيدنشالتي واحدة من أهم الريكوارمنتس إلا من يجن الكلمة سكيرت يعني هل رضي بقول لك أنا عايز عندي سكيور صوفتوير يعني سكيور صوفتوير أو أنا أقول أن الـ Data BIOS بتاعتي سكيور أو عايز أقول data center بتاعي سكيور أو عايز أقول أن الإي أو تي ديفايس بتاعي ده سكيور أو عداد الكهرباء سكيور أو العربية بتاعتي اللي أنا بسعها الكمبيوتر بتاعها والصوفتوير اللي فيها سكيور يعني يعني بيكاء زي ما قلنا واحدة والخمسة دول وأهمهم أو أكثرهم يعني كذلك خليني أقول بداهة الحاجة الأساسية اللي كل الناس بتتكلم عنها هي الـ Confidentiality إن الـ System على بعضه بمكوناته المختلفة من Storage و Communication و Connections و Input Output Devices و Internet و Processor وكله لا يسمح إن أي entity غير مصرح لها بالوصول للـ Data إن هي توصل لهذه الـ Data فعشان كده بنكون دايماً واحدة من أهم الـ Requirements بتاعة الـ Security إن أنا يكون عندي Confidentiality الكوانم الثاني مهم جداً له وهو الـ Integrity والـ Integrity هنا معناها عدم السماح بالتعديل إلا بشكل Controlled كلمة Integrity معناها إن أنا عندي بيانات أو عندي Data Base أو عندي System لمكونات معينة إحنا عارفين إن أي Information System هو System Dynamic النهاردة خلينا ناخد مثال لو النهاردة إحنا بنتكلم على الحساب البنكي بتاع واحدة أو بلاش خلينا بلاش نتكلم على حساب البنكي إن حضراتكو طلبة في كلية الهندسة جامعة أنشامس مسجلين وليكو Student Record على الأنظمة الخاصة بكلية الهندسة جامعة أنشامس وحضراتكو عن طريق مجموعة من الـ Websites زي الـ Portal أو الـ MS بتقدر تدخل باستخدام الـ User Name والـ Password بتاعتك وبتبتدي تدخل على الـ System وتحصل على بعض الـ Services أو تطلع على بعض الـ Beans خلينا أقول لحضراتكو في الآخر أنت ليك سجل هذا السجل موجود على الـ Data Base بتاعتنا جواك كلية بنحتفظ به ببيانات كثيرة لحضرتك بين أهمها ببيانات التقدم الدراسي بتاع حضرتك حضرتك في أنهي مرحلة من مراحل الدراسة بتدرس عندنا ماجستير ولا دكتوراه خلصت كم مادة مسجل الترمي ده كم مادة أنت في مرحلة القيد ولا التسجيل التأديرات بتاعتك في المواد المختلفة هل المادة دي أنت بتدخلها الأول مرة ولا بتعدها ولا بتحسنها عمل السنة بتاعتك في الآخر أنا عندي ريكورد مرتب فيه ببيانات كتير قوي حضرتكو كلكو أكيد عملتوا مع Data Basis في شغلكو أو حتى في دراسيتكو فأنا بيبع عندي زي ريكورد فيه هذه البيانات النهاردة البيانات دي ما هيش ببيانات استاتيك حضرتك كل ما بتخلص ترم كل ما بتسجل مادة بتنسحب من مادة بتعمل قاد بتعمل دروب بتدخل امتحان بيترسدلك درجة بتنتقم من مرحلة مرحلة بيحصل تعديل في هذه البيانات هذا التعديل الحقيقة لازم يكون ضمن يعني خليناقول Controlled Environment وأنه لا يسمح بهذا التعديل لأي حاجة إلا تحت صلاحية معينة وده اللي بنسميه Integrity دي منسميها Integrity of the Data إن أولا ما ينفعش النهاردة أنا عندي بيانات معينة أجي بكرة لها تغيرت دون سابق انظار أو بدون الإجراءات السليمة بتاعتني يمكن الكلام ده لما نتكلم على الـ Data Integrity of the Stored Data نفس الكلام Integrity of Transmitted Data النهاردة زي ما احنا عارفين احنا بنعمل كمية Data Transfer كتير جداً ما بين الـ Entities مختلفة على الـ Network وعلى الإنترنت من ضمنها لسا يلين المثال بتاع التحويل بتاع NSTB مثلاً كلنا بنستخدم NSTB أو يعني أنا الشخصية ما محبش تستخدمه بس يعني عشان أنا بخاب يعني منه الحقيقة لكن خلينا نقول هو ما زال سيستم آمن جداً يعني لكن خلينا نقول إن الناس بتعمل transactions ما بتسند ميسجز من أجهزتها من الـ Application اللي رانيج على السمارتفون اللي فيه حضرتك للـ Backend بتاع البنك بتاع حضرتك عشان يبتدي يعمل عملية الـ Enestant Transfer من Account إلى Account أو من Account لمحفظة أو أي إن كان الوسيلة التلقي فأنت عايز تبقى متطمن إنه لما بيطلع من عندك من السمارتفون بتاعك ميسجز يقول أنا عايز أخصم ألف جنيه من الحساب بتاعي إنهم الحاد ما يوصلوا لحد الـ Backend بتاع البنك ويبتدوا يتنفزوا يفضل رقم ألف جنيه ما يبقاش عشر تلاف جنيه ما يبقاش مئة جنيه لا يقل ولا يزيد لا صفر يزيد ولا صفر قل كل دي بنسميها Integrity فإحنا هناك كلمنا على طو من requirements ممكن يكونوا مطلوبين من basic requirements والessential requirements في security confidentiality والإنتاجرity يمكن requirement التالت اللي هو availability availability برضو من الحاجات المهمة جداً يعني النهاردة أنا مفيش أي معنى أن أنا كن مأمن السيستم بتاعي ومأمن البيانات وما يحصلش فيها يعني أصول ليها ولا تعديل ولا تغيير وفي الآخر أجد أدخل على السيستم مثلاً لايه السيستم واقع ولاقي أطلب البيان يجي لي نل أو أخش أتفرج على stream بتاع match وأنا دفع الاشتراك بتاعه على بين sport ولا على streaming service زي watch it ولا شاهد ولا netflix ولا عزو بالله ولا أي حاجة بالحاجات دات وفي الآخر ما لاقيش الحاجة قدامي فأنا في الآخر لو أنا طلبت السيرفوس وما لايتهاش this is part of the insecurity ده ده بعناه أن في مشكلة فالavailability تعتبر واحدة من أهم requirements اللي ممكن نتكلم عليها على السيكير يمكن التلاتة دول هم ملكور حتى ناس كتير في تلاقيه في كوتوب كتير يقولك the security is about CIA confidentiality integrity and availability لكن الحقيقة برضو من الحاجات المهمة جدا اللي بتبقى وجودة في security requirements وزي ما قلنا confidentiality مش أي حد يطلع على data اللي المصرح لي integrity ما حدش يقدر يغير جوه data أو reconfigure system أو يشغل virtual machine أو يوقف virtual machine أو whatever اللي لما يكون لي حق طب ما عشان يبقى لي حق لازم أعرفه أعرف مين الـ entity اللي بتكلمني مين الـ user دلوقتي اللي بيعمل transaction مين الشخص اللي داخل على الـ account مين اللي بيحاول يطلع على data مين اللي بيحاول يبقى transaction عشان كده هنلاقي دايما الـ authenticity الـ authenticity دي من الحاجات المهمة جدا 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 as a security requirements هنلاقي ان احنا وإحنا بديبني software أو website أو network أو data center أو embedded system عداد عربية طيارة بنعمل game whatever هنلاقي ان احنا من الحاجات المهمة جدا نحن نعرف ونتأكد من شخصية الـ user أو شخصية الـ other application اللي أنا بكلمه النهاردة أنا محتاجي ان أنا لما أخش على website وبدخل عليه خلينا نقول confidential information بدخل user name و password أو بدخل credit card number لازم أطمن ان أنا داخل على website اللي بجد مش حد مأدل الـ website وبحاول يسرع البيانات بتاعتي النهاردة لما أنا عايز مثلا أدخل على في mobile application وبحط الـ pin number بتاع credit card أو بحط CVV number الثلاث أرقام اللي على ظهر الكارت أنا عارف أن أنا بحطها فعلا في الـ application ما ينفعش حد ييجي يقول لي على إي رسالة جالي بيقول لي لقد تم إيقاف بطاقتكم برجاء الاتصال بنا أو حد يقول لي طب أنا بعتلك دلوقتي رسالة فيها أربع أرقام قلهم لي عشان حول لك كل ده في الآخر ما هو ما هو اللي أنا بقول لحضراتكو دي سينا ريوهات إحنا عارفين إنه بيحصل بيها التاكس فأن النهاردة المفروض ما ديش أي بيانات ما دخلش ما أخدش أي اكشن إلا لما بعارف أنا بتعامل مع مين مين السيستم ومين الشخص اللي بيأخذ من البيانات والعكس بالعكس لما حد بيحاول يدخل على سيستم لازم السيستم يعرف هو مين لو تو بيكلموا بعض لازم نبقى متطمينين إن ده مش فرجة صوفتوير ده مش فيروس ده مش ورم ده مش مالوير ده مش سبايوير ده مش whatever يعني أي أن كان من من الأشكال بتاعة الأتاكس أو الكراكس وعش كده الحقيقة دايما بتبقى الاثنتيسيتي one of the services الاثنتيسيتي دي ممكن تتم طرق كتير قوي من ضمنها لو أنا بسلا for example عايز authenticate user فأنا ممكن أستخدم user name وpassword ممكن أستخدم face recognition ممكن أستخدم fingerprint ممكن أستخدم token hardware token ممكن أستخدم one time password أبعتها على SMS حاجات كتير قوي on the other hand وأنا داخل على أي ويبسايت لازم أتطمن إنه هو HTTPS مش HTTP وهشوف certificate ويبقى باسم السايت مضبوط والبراوزر ما يدينيش عليه alert ولما بدخل على DNS record وبيجيلي منه إن اسمه معين وصاده IP بقى لازم أخد بالي إن DNS record ده سليم وإن ما حصلش poisoning أو reflection attack حاجات كتير بهذا الشكل عشان كده authenticity تعتبر من requirements الأساسية اللي ممكن نتكلم عليها في security الحقيقة requirement الخامس ده اللي على الشبال اللي هو countability دي برضو من security requirements المهمة جدا اللي هو بتقول النهاردة لو أنا من security requirements المهمة اللي بتكون موجودة في معظم systems دلوقتي إن أنا أبقى عارف مين عمل إيه مين الشخص اللي بعت صحف روش من الشخص اللي بعت ايميل من الشخص اللي كتب فايل من المسح من العدل من الواتفر ايا كان أو عندي computer system أو information system أو website أو mobile application أو أي كان بقول عليه إمتى secure لما يكون فيه على الأقل واحدة من دول أو اتنين أو ثلاثة أو الخمسة كلهم أو ممكن حاجات تانية أكثر يبقى خلينا نقول إن security of information systems أو cyber security هي provisioning of مجموعة of sets one or more of the security requirements under the basic categories اللي موجودة قدام حضراتكو ودي بنسميها security requirements أو بنسميها security services هل في أي حاجة مش واضح حد لك شباب اللي أمور واضحة والدنيا ماشي كويس معي أو لمت ماذا دكتور محابلتك تمام تمام طيب طيب يبقى security بنتكلم لما بأكلم على providing security or designing security وأن أنا بعمل في research بتاع security أو في الشغل بتاع security ده معنا أن أنا ببني system أو operate system أو implement حتى من system within one of these requirements or services طيب الحية في بعض terminologies اللي هنسمع عنها كتير بعض التعريفات كده خلينا نعدي عليها بسرعة عشان لما نسمح بعد كده أن ما فاهمين كلمة adversary معناها جهة الماشغط أو group أو organization أو حتى government بت conduct أو عندها النية إن هي تعمل activities ض security ده من سم ي threat agent كلمة attack اللي هو التعريف التاني ده معناها malicious activity بيبقى هدفه إما ي collect ياخد أو يعطل أو يمنع أو يقلل أو يضمر information systems resources أو information itself counter major معناها device أو technique بنستخدمه عشان objective بتاعته إنه يمنع attacks أو يوقف ها كلمة risk معناها قياس مدى قابلية السystem بتاعي إنه يتعرض لل attacks خدوا بالكو عشان فيه ساعة يعني بيحصل خلطة بين risk و attack risk دي صفة في system بقوله system ده is a risk هو محتمل إنه يحصل عليه attack أو كان أنا نقول دي نقطة كلمة risk معناها تهديد فأنا عندي السystem متاعي مهدد والrisk بييجي من حاجتين نقطة ضعف جوه لتصميم design أو implementation أو operation أو ال rules اللي بشغل من خلالها وده يبدي من سميها vulnerability أو نتيجة value العالية بتاعة system نفسه واخدوا بالكو system إمتى يكتزب attack لو لي قيمة ولو ملوش قيمة محدش هي attack يعني مش كده يعني الحقيقة ما فيش soft wire أو system ملوش قيمة حتى لو كانت قليلة لكن خلينا أقول أن دي معنى كلمة risk طيب لو تم استغلال مقطة الضعف أو حصل أن adversary بدأ يحاول compromise network هنا attack أو compromise system هنا ده اسمه attack طبعا كلمة security policy نسمحها كتير دي مجموعة من criteria أو rules اللي مؤسسة أو شخص بيطبق من خلالها إجراءاته أو يبارس من خلال العمل وعشان يحقق security counter measures اللي تكلمنا عليه طبعا دايما attacks دي أو risks دي بتحصل على resources أو اللي بنسميها assets زي ما تكلمنا عليها دي whatever بقى كانت application system program physical plant mission critical system personal equipment whatever دي بنسميها system resource أو بنسميها assets threat ده برضو خلينا بقى يعني نقول threat وrisk وattack threat هنا هي بنقول إن أي ظروف لو event حصلت ده معناها إنه يسمح لأي adversary إنه impact organization فده منسميه threat وزي ما قلنا threat اه ده اللي هو التهديد يعني فأنا مهادد وده ممكن ييجي نتيجة value أو نقاط الضعف النقاط الضعف اللي هي vulnerability كلمة vulnerability معناها weakness مبوضة جو الشيء فالحقيقة كلمة vulnerability وكلمة threat وكلمة risk وكلمة attack هم الأربع مرتبطين ببعض لكن vulnerability دي صفة عن حضرتك threat أنت عندك احتمال أو يعني أنت مهدد لسيستم تاك ليه value أو فيه خطأ يؤدي إلى ذلك أنت بقى نتيجة الظروف المحيطة your system may be at risk ولو adversary استغل الكلام فهو ما عليك attack طيب مش كده الحقيقة زي ما تكلمنا كده هنلاقي إحنا عندنا مجبوعة من entities اللي بتتفاعل مع بعضها عشان تؤدي إلى في الآخر لي concepts اللي تكلمنا عليك الـ the center أنا عندي assets زي ما قلنا الـ assets ده ممكن يكون software ممكن يكون database ممكن يكون ملف personal account حضرتك في الجمعة health record بتاعك عند health provider الدكتور بتاعك أو المستشفى اللي بتتعالج فيها أو بيانات التأمين الصحي بتاعت حضرتك أو بياناتك الوظيفية في المكان اللي تتشبه البي أو طبعا ممكن الـ assets ده يكون محطة كهرباء أو خدمة البوليس أو خدمة الإسعاف فده بنسميه asset طيب الـ asset زي ما ترافين ممكن يبقى فيه threat agent اللي هو opponent ده بيوش to abuse or may damage الـ asset دوت الحقيقة ده عشان يقدر يعمل الـ 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 هو بيحاول يرفع التهديدات اللي بتهدد الـ asset ديت تهديدات دي ممكن تيجي زي ما قلنا نتيجة أخطاء جوه الـ system أو value بتاعت الـ system الثريتس ديت لما بتبقى موجودة بترفع الـ risk بتاعت أو البخاطر اللي هي على الـ asset أنا النهار ده كأونر للـ asset دوت عندي value of this asset فأنا بحاول أو I wish to minimize the risk عن طريق أن أنا buffered counter measures عشان أreduce the risks ديت على الـ assets زي ما تشافين كده يعني الرسمة بتوضح العلاقات ما بين concepts و relationships من بينهم في security هل الرسمة دي واضحة فيها حاجة مش واضحة فيها يا شباب أو محتاجة شرحة أكتر واضح يا شباب تمام يا دفع تمام طيب كويس الحقيقة النهاردة لما نيجي نتكلم على الثريت تمام دايما نيجي نتكلم على الثريت نحن نحقية نتكلم على حاجتين الثريت consequence والثريت action الثريت action اللي هو attack يعني في الآخر الاخر اللي بيؤدي إلى الثريت زي مثلا exposure sensitive data directly released or unauthorized entity الinterception أثناء الcommunication في unauthorized entity بتقدر تأكسس السensitive data أثناء الcommunication inference إن هنا action whereby unauthorized entity بتأكسس sensitive data و whatever بس مش لازم تكون الديتا دي أثناء الcommunication intrusion حد يقدر يدخل على السيستم نفسه يتعامل مع resources أو الفايلات أو data اللي موجودة فيه دي كلها actions في الآخر إيه الconsequence بتاعها إيه إيه الاثر بتاعها إنه بيحصل ما يسمى بالunauthorized disclosure disclosure يعني اطلاع ففي حد أو جهة في الآخر قدر توصل الديتا بشكل unauthorized بشكل غير مصرح بيه حاجة تانية زي مثلا المسجير رايتينج عن طريق الانتحال الشخصية المسجير رايتينج اللي هو أنه بنتحل شخصية الانتحال الفولسيفيكيشن أنه بحط false data أو devices وبحطها جوة الـ system بتاعي الـ repetition إن أنا بعد ما عملت action أنكر إن أنا عملت الـ action ده زي مثلا إنه واحد يشتري حاجة بالcredit card يرجع ينكرها أو إن حد يروح يودع فلوس في البنك وبعدين يقول لا أنت ما أودعتش أو إن حضرتك تقدم مثلا الـ assignment وبعدين أقول لك لا أنت ما قدمتوش ده اسمه repetition لو كان الـ assignment مثلا بيحصل submission online مثلا في القوس ده الـ consequences بتاع إنه بيحصل deception deception يعني خداع وهكذا هتلاقي مثلا الـ corruption أو الـ obstruction ده بيؤدي إلى disruption نحلي السيستم ما يكملش شغل whatever بقى المس use أو whatever ده بيديني user rotation أو an event in result in control of system service or function by unauthorized entity طيب إحنا الحقيقة لما دي نتكلم على security أو computer security إحنا الحقيقة محتاجين إحنا نأمن السيستم كله فالحقيقة إحنا في الآخر عندنا system السيستم ده مكون من processes برامج و data في files أو في database أو whatever أنا محتاج أمن الـ access للـ data لازم الـ access يكون controlled by tools معينة أو policies معينة ده اللي بنسميه protection لازم الـ access للـ computer facility دفسها برضو هو كمان يبقى عن طريق أن أنا بعارف من الـ user الذي يدخل user authentication لو بنق data من computer لcomputer أو من entity لanti أو software لsoftware لازم الـ transmission يبقى secure بنسميه network security لازم لو أنا عندي sensitive files موجودة هي كمان لازم يحصل لها تبقى secure ده بنسميه file security الحقيقة ده بيتم عن طريق مجموعة من measures أو counter measures اللي بنسميها guarding systems اللي هي لما other entities بتعاملوا معاها لازم ينطبق عليهم ما نسميه security policy يعني دي examples مثلا على الثلاث احنا قلنا ان الثلاث عدنا خمس services لكن فيه ثلاثة من هم مهمين قوي اللي هما confidentiality والintegrity والavailability الhardware مثلا confidentiality مثلا ان انا حد لو انا عندي الاسد هاردوير حد مثلا سرق USB عليه ديتا مهمة دي confidentiality الavailability مثلا ان حاجة حصل لها سرقة او حصل لها disabled وبالتالي الـ computer بقى بهنج مثلا او حصل اي حاجة عليه مثلا ما بيشتغل شي الintegrity ان انا مثلا عندي iot system فيه sensor او فيه مثلا عداد موجود دلوقتي بيحسب استهلاكات معينة وانا دخلت مثلا العداد ده غيرت في او بتاع الباية او او غيره طب بالنسبة للsoftware الconvinciality هنا ان يبقى مثلا حد ياخد copy من software unauthorized وما يدفعش license تعته الكراك طب بالنسبة الavailability ان الprograms deleted او denied access الintegrity ان الprogram يبتدي يحصل لعشان يطلع نتائج غلط لو تفتكروا مثلا حد عارف سمع مستاكسنت حد سمع عن الفيروس يرفع ايده طيب يعني محد سمع عنه دي حاجة غريبة مستاكسنت الحقيقة يعتبر ملك الفيروس يعني يعتبر the most sophisticated virus ever الفيروس ده كان حتى الان يعني الناس بتؤكد دون يعني الكلام ده محد اعترف به لكن الناس كلها عارفة ان هذا الفيروس تم تطويره بالتعاون ما بين وكالة الامن القومي الامديكي الانس اي والجيش الاسرائيلي وكان الفيروس ده كان ديزاين عشان يهاجم تحديدا المنشآت النووية الايرانية المفاعلات النووية عن طريق انه كان بيهاجم الصفتوير اللي بيتحكم في سرعة دوران لات التطارد المركزي اللي بتستخدم في تخصيم اليورانيوم في المفاعلات النووية الايرانية الفيروس كان باري صوفيستيكيتد باري كومبليكيتد يعني شركات السيكيريتي بعد كده والانتي فيروس كانوا مستغربين من الدقة والتطور الشديد والتعقيد الشديد في تصميم الفيروس عايز اقول لكم الفيروس ده في الاخر كان بيعمل ايه كان بيدخل على الصفتوير اللي بيستغلم في التحكم في سرعة دوران اجهزة التخصيب المركزي اجهزة طرد المركزي يعني مع رشته 20 معلومات او لا اليورانيوم موجود في الطبيعة اليورانيوم هو احد اشكال المواد العناصر اللي موجودة في الطبيعة مع دنز يعني نظر المعادم يعني موجود يعني وبيطلع من المناجم وكل حاجة وموجود حوالينا يعني ممكن تلاقوه في حاجات كتيرة معروف المعروف هل تعرفين ولا لا السيراميك والسيراميك اللي احنا بتمله بيه ده والاشعار والحاجات دي فيها نسبة من المواد المشاعة بشكل كبير الموجودة اللي ممكن بتستخدم يعني بحاجة في الصناع فاليورانيوم الحقيقة لو جبناه في شكل الخام ده ما بينفعش يستخدم جوه المفاعلات النوايا فلازم يحصل له حاجة اسمها تخصيب التخصيب ده عن طريق ان اليرانيوم ده بتحط فيه آلات طرد مركزي لو انتوا عارفين الخلاطات بتاعت الأسمنت اللي بتستخدم العربيات اللي بيبع عليها خلاط كبير كده هو عبارة عن استوانة مسحوبة من نحيتين وبتلف هي برضو قالت طرط المركزي شبه اليرانيوم بس بتلف بسرعات عالية جدا من التكلم في 10,000 لفة دقيقة و8,000 لفة ولازم عدد يعني سرعة الدوران بتاعتها تبقى كنترول فكان في ايران في المفاعلات النواية بتاعتهم بيستخدم صوفتوير للتحكم في السرعة ديت كان الفيروس ده بيدخل على الصوفتوير وبيخليه يطلع يعني الارايات اللي جاية من السنسر الصوفتوير بيعرضها على الكنترولر بشكل غلط فكانت بتبتدي آلات التطرد المركزي دي سرعتها تعالى في حين ان الصوفتوير شايف ان هي لسه في السرعة العادية لحد ما كانت بتتكسر وتخرج من الماكان بتاعها وتعمل بلاوي يعني في التصوير المهم يعني دي اشكال لو كلمنا على الديتا الديتا دي مثلا الفايل الديتا بيز الافيليابيليتي ان هي ديليتد الكونفيدنشاليتي ان حد اطلع عليها الانتجريتي ان حد عدل فيها وهكذا يعني فيه طبعا انواع كتير من هذا كده زي ما قلنا عندي مجموعة بين الريكوارمنتز انا بحتاج احطها جو المنظومة بتاعتش عشان اوصل للسيكيريتي زي ما قلنا مثلا انا قلنا البيزيك ريكوارمنتز طب انا النهاردة انا بعمل اكسس بعمل اوثنتيكيش عشان ايه مثلا حقيقة بقدر ابني مجموعة اللي قدام حضراتكم دي مجموعة كبيرة جدا من الريكوارمنتز ممكن تتحط بقى جوه الصوفتوير اجوه الهاردوير اعدي عليها بسرعة انا ممكن يكون السيستم بتاعي افي اكسس كنترول يعني بعد ما عملت اوثنتيكيش انا بحدد كل يوزر اي حقوق على السيستم من يقدر يريد من يقدر يرائت من يقدر يموديفاي من السيكيريتي انا هتلاقوا من الحاجات اللي ممكن تعمل بها سيكيريتي كويسة انك تلوب كل الاخشنز يبقى عندك اوديت اللي كل حاجة بتحصل السيرتيفيكيشن والأكريديتيشن والسيكيريتي السيكيريتي السيكيريتي الجهات اللي بتخش تأسس وتراجع على السيكيريتي في حد هنا من الزملاء بيشتغل قريب من الفينانشل او البانكينج سيكتر بي حد شغال في البنوك او في المؤسسات المالية طيب مفيش حد شغال في المؤسسة مالية انا حالفين مسلا هتلاقوا ان البنوك في حاجة اسمها وحدة السيكيريتي او تقدرة السيكيريتي في البنك المركزي هي اللي بتراجع وبتأسس ويقدر يخش على البنك ويقول لا ماينفعش انت لازم تزود السيكيريتي ديت او حد هنا طب بيشتغل في اي اس بي يا شباب ودفون او اتصالات او اي او نازي حدش بشتغل في الكلام والنس بشتغل في ايه هتلاقوا مسلا في الشركة اتصالات عوراهم الانتيار ايه جهاز تنظيم الاتصالات هو برضو بيبقى مهتم او بالسيكيريتي والحاجات اللي زي كده انا عارف مسلا المهندس محمد نور شغال في اسكرا اميكو دي شركة للعددات هتلاقي انه هو لما بيطلع العددات بيدزاينه عددات الكهرباء هتلاقي شركات الكهرباء او شركات الميا هم اللي بيمونيتور الكلام ده ويقولك لا ده انت لازم يبقى الحاجة بتاعتك بتفولو في السيكيريتي وهكذا يعني يعني زي ما قلوكم السيكيريتي لحاجة كتير في مانجمينت في السوفتوير اللازم يكون عندي خطط طوارئ لو حصل عندي اي نوع من انواع السيكيريتي بريتش هلا داتا تسرقت حصل كلنا اكيد سمعنا عن اللي حصلت في مصر لكم شهر اللي فاتوا مش كده طيب حد عارف يعني رانسوموير أصلا فوري طب طب حد مش عارف يعني رانسوموير بس ما بقاش اقول حاجة مش عيب على فكرة يعني مش عيب انك عارف حد اقول مرة اسمع كلمة رانسوموير طب كويس كل انتو عارفين رانسوموير هو نوع من انواع التاكس اللي منتشرة جدا انتو تطبع الوقت او اي ان كان اسمه اللي بيصيب السيستم بيدخل على الفايلات بتاعت الديتا بتاعت اليوزر وبيعمل لها انكريبشن كلها وبتفاجأ ان انت خلاص كل الفايلات اللي موجودة عندك على الجهاز انكريبتد او كل الداتا بيزيس انكريبتد وانت مش قادر توصل ليها وبعدين بتلاقيه باعت لك رسالة او سايب لك فايل على الجهاز بيقول لك والله انا شفرت لك كل الفايلات بتاعتك اللي عايز تستردها هتدفع رقم رانسوم فيديع عشان كده بيسموها فيروسات الفيديع تمام الحقيقة الكامشر اللي فاته مع يعني عملية طفان الاقصى ومن قبلها شوية الحرب الروسية الاوكرانية وفيه نشاط مرعب فيه المجموعات الإجرامية واستهدافات متبادلة ما بين الدول وما بين الجهات المختلفة والرانسوموير من أشهر أنواع الاتاكس اللي بتحصل بالوقتي طبعا اللي كان مشهورة قوي زي ما عبد الرحمن قال من شوية فاوري فاوري عارفين شركة فاوري واحدة من شركات المايكرو بايمنت الشهيرة جدا اللي موجودة في مصر اللي بيتم عن طريقها عارفين انتوا زي ما كان فاوري وبددفع به فواتير ومش عارفة تستخدمه في تحويل الفلوس وحاجات زي كده حصل الاتاك عليهم رانسوموير وداتا تاخدت واتشفرت حدي بتعامل مع الفا لابس بتوع التحليل شركة من معامل تحليل مشهورة في مصر كان حصل عليهم رانسوموير الاتاك وداتا الديتا القديمة كلها التحليل القديمة اللي كانت موجودة عندهم على الويب سايت او على الباكين طاياحهم مسحة وغيره الكثير فالحقيقة طبعا لازم يكون عندك كونتينجنسي بلانينج يكون عندك ايدنتفيكيشن انثنتيكيشن لازم برضو من الحاجات اللي هنكلم عليها قدام الانستدانت رسبونس النهاردة لو انا بمانج سكيريتي في مكان ما لو حصل الانستدانت ارسبوند عليها ازاي اوقف ازاي الاتاك ازاي ازاي امنع المنتيننس ازاي دايما على السيستم بتاعي حاصله كونتينيو ابدات كونتينيو منتيننس النهاردة لو اي واحد فيكو دلوقتي دلوقتي حالا فتح السمارتفون بتاعه تاني خلينا دايما سمارتفون وفتح الاب ستور بتاعه او جوجل بلاي او اي اي ان كان ودخل على الابليكيشن وبص عليها كده هيلاقي انه عنده اوبديت يعني انا فتحت السمارتفون بتاعي وعملت رفريش فانا لقيت عندي فيه 16 اوبديت محتاجين تعمل لهم اوبديت هتلاقي من ضمنهم بعض الابليكيشن بيقولك ان فيه سيكيريتي اشو محتاجة يحصل لها او 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 يعني فيه كذا او او يعني محتاج باق او باق فكس باق فكس مست بروبابلي بتبقى او او اكتشفوا سيكيريتي ايشو ده بنسميه المينتنانس بروتكشن الميديا ممكن يبقى فيه بروتكشن فيزيك الخطبة كل سيكيريتي ممكن تبتدي من الكاميرات والأصوار بلاننج حاجات كتير اوي الحقيقة بتضلق بسيكيريتي سيكيريتي تاعت الأفراد اللي موجودين انت دايما بتحتاج تعمل المؤسسة بتاعتك ما يسمى بالريسك عشان تعرف ايه الحاجات لقات ريسك عشان تعملها بروتكشن في الاخر انت عندك بقى سيستم و سيرفيس موضوع كبير زي ما تشافين يعني في وفي 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 حاجات كتير اوي اوي الحقيقة دايما يعني خلينا نقول ان احنا عندنا هنا يمكن نقول ان السيكيريتي ديها تلت عناصر رئاسية الاسد بتاعتك اللي هي معرضة لقاتاك وعندك فيها ما يسمى بالريسك يعني وال البوسبل اتاك والبوسبل ميكانيز ده مثلا من الحاجات الشهيرة يعني ان انت مهارا تعرف انت السيستم اللي انت تتعامل معه فيه مشكلة كبيرة ولا لأ انك تبع عارف هل اولا عدد السيستم والسيرفيس والفايلز والحاجات الموجودة عندك كتيرة وفاليابل ولا لأ فانت بتقدر تقول والله هل انا ده بدا نسميه attack surface attack surface هو عدد resources والأسس المعرضة للattack وهل الحاجة بتاعتك ضهرة للناس ولا هي deeply protected ولا shallow protected هتلاقي لو attack surface بتاعك صغير وانت عمل protection كويس فانت عندك low security risk طبعا المشكلة هتبقى لو انت عندك very large attack surface ومش عامل security measures كويس فانت عندك high security risk يعني ده مثلا مثلا ازاي لما بنيجي نحكم على system عندنا في ايه التهديدات اللي ممكن تهدده والsystem فمثلا لو بنكلم على bank account bank account ده لا وحصل له compromise لو bank account ده تم الهجوم عليه وحد حصل على access بتاعه الاثر المترتبة تمام على bank account compromise ايه ممكن يحصل ممكن يحصل user credential compromise حد يحصل على user credentials اللي هي البيانات او البيانات الخاصة بالuser زي مثلا ارقام الحسابات او الارقام السرية او غير طيب طيب ده قد ينتج من يحصل user surveillance يعني يتم ممتابعة اليوزر ده fifth of token او الهارد الهند written notes ممكن يحصل malicious software installation ده على مثلا الموبايل او على الدفايس اليوزر بيستخدمه ده قد يكون ناتج ان انا لقيت نقطة ضعف زي ما اقول لكم مثلا كلنا النهارده عندنا applications ويستخدمها for banking الابليكيشن ده في الاخر كتبها في programmer ويبتدي بقى يضيف hidden code او يبعث لي virus او worm او whatever يبعث لي email في malicious code ده قد يؤدي الى ان انا install malicious software ده قد يؤدي الى انه يسرع user credentials وفي الاخر يقدر يكمبروميز البنك account بتاعي زي ما تشافين ده مختلفة من المصادر المختلفة اللي بتؤدي في الاخر لنفس النتيجة في الاخر بشكل او باخر الحقيقة الـ ده just example كده سريع على ان security is something that is يعني مش سهل نحن identify مصادر الـ ممكن تكون مختلفة ممكن تيجي من مصادر كتيرة لكن خليني يعني خليني كده يعني شابت ده الحقيقة خلص يعني او الـ بس خليني ألخص سكيرتي الحقيقة تاني هي مجموعة من counter measures خليني نلخص كلمتين بتاع security هي مجموعة من counter measures counter measure يعني technology software hardware policies إجراءات training للناس algorithms بنستخدمها encryption authentication حاجات كتير قوي مجموعة من counter measures أنا بضفها على cyber system اللي أنا بحاول أحميه اللي هو قد يكون software قد تكون database قد تكون network قد تكون computers websites أي كان فأنا عندي دي اللي بنسميها assets يبقى عندي مجموعة من information assets عايز أضيف عليها counter measures أو tools أو mechanisms باستخدمها عشان أبروفايد مجموعة من security services اللي هي قد تكون confidentiality أو integrity أو availability أو authentication أو availability أو غيره عشان أبروتكت الأسس دات against الأتاكس تمام فيبقى أنا عندي هنا ثلاث عناصر زي مت شايفين عندي assets تمام وبضيف عليها counter measures عشان أحميها من الأتاكس طيب الأتاكس دي بتيجي من فين الأتاكس دي بيبقى فيه عندي ما يسمى threat agent الأبوننت بتاعي الهاكر أو الشخص اللي بيحاول يهجمني طيب الأتاك agent ده قد تكون لي أهداف مختلفة من الأتاك اللي بيعمله على الأس بتاعي طيب إيه اللي بيخلي الأس بتاعي عرضه للأتاك إنه فيه risk of attacker ريسك ده جاي من أي حاجة مش مصبوطة أي حاجة مش صح ده ليه لأن الحقيقة السيستم بتاعي فيه threat يعني threat يعني مهدد والتهديد ده بييجي من مصدرين يعني من الـ value بتاعة الأس نفسه ممكن يكون البيانات اللي في ليها قيمة وأنا بكلم directly بس رأى فلوس أو غيره أو بوقع على المنافس بتاعي أو حرب أو أيا كان ده مصدر لولان الـ value بتاعة مجموعة من threats و risks و عندي attacks وأنا بحط counter measures عشان أبنع الـ attacks دي والsecurity في الآخر هي أنك بتدرس ده كل وعلى بعض أنت بحتاج تفهم يعني asset النهار ما تيجي تعمل security is not an easy task to do الحقيقة لا بالعكس it's very complicated task to implement لأن أنت لازم تبقى فاهم أي الأس assets اللي عندك عمل risk assessment مظبوط عشان تعرف كل asset the risks اللي مرتبطة به what threats اللي ممكن تحصل بتفكر كأنك attacker أو opponent أو threat agent عشان في الآخر تقدر تشوف إيه اللي ممكن الـ attacks اللي بتحصل وبالتالي أنت تنتسب أو تحاول تفترض إيه نوعيات الـ attacks اللي ممكن تحصل عليك تقوم تبتدي تدزاين and implement and operate الـ counter measures اللي هضفها في السيستم بتاعك